موضوعنا النهاردة عن ازاي اضيف صورتي في خلفية الاتصال في المكالمات تابع معايا السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي نضيف صورتي في خلفية الاتصال في المكالمات اي شخص يتصل بيا اي بيزهر مع الاتصال لصورة بتاعت فاجة الاتصال تعال اقولك ازاي ياريت قبل ما اقولك ازاي تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة انا اعيس اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك ياريت منساش صالة انا بفي الكمنتات عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا على وجهة الاتصال بنضغط كده على وجهة الاتصال كل عليها بضغط على 3 نقاط وبعدين بروح على حاجة اسمها الضبط بضغط عليها لما باختارها بروح على حاجة اسمها خلفية المكالمات وانا بضغط عليها بالشكل ده طبعا ديه الخلفية العادية بتاعتي اي شخصي باتصل بي بيليأي الخلفية دي وطبعا دي الخلفية الموجودة فيه الموبايل بتاعي كل علي بنزل هنا وปضغط على الخلفية طبعا هنا زي ما تشايفين دي الخلفيات المميزة اللي هي الخلفيات العديقة عايز تضيف خلفية فيديو زي اللي قدامك ده بنبضغط عليه دي الخلفية كده ولو جينا نرجع طبعا الخلفية بالنغمة طبعا فيه فيديوهات بالشكل انتم شايفه ده ولو جينا نرجع كده في فيديو كمان اه بالشكل ده برضه طبعا في صور طبعا ما معتيك الخلفيات دي يعني عادي يعني انه انت عاوز نعمل على ضبط الخلفية مش اي مشكلة لو جينا نرجع بقى وطبعا من تحت هنا باللاقي الستوديو وببدأ ان انا بضغط طبعا على الاحدث او المفضلة شوف انت الصور اللي انت عاوزها موجودة فين بالضبط كل علي ان انا ببدأ ان انا اختار السورة اختار الصورة وارجع لك تاني. انا دلوقتي جبت الخلفيات بتاعتي بضغط على الخلفية دي بالشكل ده الخلفية اللي انا عاوزها او الصورة بتاعتي ما فيش مشكلة طبعا ده الستوديو عندي على الموبايل لو جاننا نرجع كده هنلاقي ان ده الستوديو لو جاننا اضغط على كلمة الاحدث هنلاقي ان ده الستوديو عندي على الموبايل كل عليها بضغط على الصورة اللي انا عاوزها وليكنوا الصورة دي بالشكل ده وانا دي الصورة اي شخص هيتصل بيا هيلاء الصورة دي ظهرة طبعا بعدل الكدر بنتضغط على الصورة وسحبها نحت اليمين اقوله يصار بزبط الكدر معايا ومنها بضغط على ضبط خلفية مكالمة وبختارها هنا تم تطبيق خلفية المكالمة ا اي شخص هيدخل ويتصل بيه طبعا وجدا نلاحظ ان اتضافت هنا بدل كانت الصورة اللي كانت موجودة اللي هو الصورة العادية اه طبعا هنلاحظ ان اي شخص هيتصل بيك هيتظهر الصورة بتاعتك على الخلفية بتاعت المكالمة وبس كده يلا تعمل لايك الفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته